وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة ترمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين ذلك لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وشدد الرئيس السيسي على أهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة ما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كما ونوعا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربيين والمزارعين والارتقاء بدخلهم خاصة فيما يتعلق بالتوسع في برنامج السلالات عالية الإنتاج من اللحوم والألبان وتعميمه على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة موجها بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير المحطة بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة ترجمة نانسي قنقر